بسم الله الرحمن الرحيم أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي أن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة ليس لديها مانع في عقد جلسة خاصة أو تخصيص وقت في جلسة عادية لمناقشة والرد على كل تساؤلات ومقترحات عضاء مجلس الأمة الواردة في طلب عقد جلسة خاصة بشأن الوضع الصحي الناتج من جائحة كورونا والإجراءات الخاصة بالإشراطات الصحية والمقررة يوم غد الأحد مضيفا أن الحكومة طالبت من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع النواب مقدم الطلب لتأجيل موعد الجلسة بضعة أيام حتى تكون الوزارة جاهزة للرد إلا أنه تم إبلاغها برفض تغيير الموعد لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة